السؤال ده يدخلني الحتة تانية ها هى فرق بالاضطراب النفسي والمرض النفسي الاضطراب النفسي كلمة عمومية والمرض النفسي كلمة عمومية شاملة يعني انما في بطن هذا المفهوم هنجد بقى تصنيفات مختلفة اللي هي ما نسميه بقى مرض عقلي بمعنى ان المريض لا يعي ولا يدري اللي بيعمله وبسبب المرض النفسي والمريض في مريض نفسي تاني لا مفيش الكلام ده واحد عنده قلق واحد عنده اكتئاب انا زعلان انا مهموم انا قلق انا خايف كل ده بيبقى مسؤول لانه يسميه مرض عقلي امتى يسميه مرض عقلي لما يبقى تفسيره لكل شيء راجع الى حاجة في المرض الاعداء وقفنلي المخابرات بتسجيلي بيشتموني انا شفت الحالة دي انا جالي مرة يبقى تديب ان سميه ايه حلاوس اه شخص قال لي حالة غريبة جدا اه قاعد اصر على الصفحة انه يقابل اه وقابل وقال لي انا المخابرات اللي صرداني بترا ايه بي انا الحقيقة بص يا دكتور نتعانيه انت معاه ازاي انت عارف ان دول بيروحوا ساعات للشرطة ايوه يروحوا رجليه يبلغ اه مع الاسف التعامل معاه لا 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 خالص لا والله انا شفت حالات كتيرة جدا ما شاء الله الشرطة فهمة يعني لما بتيجي حالة زي دي يتعاملوا معاه بيفهموه يعني بقى عندهم وعي جامد اه لان انا فعلا قابلتني حالة زي دي قال لي انا المخابرات الاسرائيلية بترقبني ويبقى عدتوني رسائل وعنده رسائل على فكرة على التليفون بتبقى موجودة رسائل اه ده بقى مريض نفسي ده اه يعني بقى طبعا تنصح بي حضرتك بقى في الحالة دي يعني انا ما يجي لي او يروح لأي زمين محامي او حتى زملائنا او اصدقائنا في الشرطة اه لو جات له حالة زي دي هتعاملوا معاه ازاي لابد ان ده نفهم اولا ان هو غير مسؤول عن الكلام اللي بيقوله لان الكلام ده نابع من وفي الغالب بقى من الهلوسة ومن الافكار الخاطئة اللي هو بيتصورها وبيعيشها فده محتاج الى رعاية يعني واضح انه طاقمة اما ييجي بنفسه كده وبطوله واضح انه مفيش وراء رعاية اسرية يعني لو هو داخل اسرة اول خطوة الاسرة هتعملها ان ده تعبان واول انه تسمع الكلام ده هي ممكن تتوجه الى المعالج النفسي والطبيب النفسي وتلحقه انما لما هينطلق في المجتمع معناه ان الخلفية بتاعته الاسرية مش موجودة اه مش موجودة فهنا دي مهمة المجتمع بقى يعني نفرض انه جايلي انا او جايلي البوليس ساعد بيروحوا للشرطة اه ما بيروحوا بيروحوا المحاملين انا في رأيي ان الشرطة هنا دورها الانساني انها تبعته الى مكان يتعالج فيه تختر اهله اللي هو المسأل وتشو اه ما انا بقول يعني تبدأ تبحث احواله وتوصل الى اسرته وتشوف ايه الحكاية لو لقيت انه فعلا مالوش اسرة ومفيش رعاية هي تتولى واحنا كمان كمجتمع يجب ان لنا تنمر على هذا الشخص يعني مشعور بالمسئولية الجاهل ونتعمل معه بحرصه مسئولية اه اه ونتعاطف على مريض دكتور